المطروبة داليدة كانت عامل احوار باللغة الفرنسية مع عمر الشريف للتلفزيون الفرنسي سنة 1981 اتكلموا عن الشغل والعلاقات ورأيهم في بعض لحد ما داليدة طلبت منه ان يحكي عن افضل حاجة شافها في نفسه عمر الشريف بدون تردد قال ليها انه سيحكي عن موقف اكتشف من خلاله احسن ميزة فيه قال ان صديق عمره احمد رمزي خبط مرة على بيته الساعة 9 بالليل وما كانش من عادته ان يطب على عمر فجأة كده من غير معاد او تليفون عمر اللي كان بيستعد عشان يخرج عشان عنده تصوير لقى رمزي واقف في وشه عرقان ومتوتر لما الباب اتفتح رمزي دخل على الصالة على طول من غير حتى ما يسلم على عمر سأله حتى من غير ما يبص عليه وهو بيفرق كف ايده كنت نازل مش كده؟ عمر اتكسف وقال له لا ابدا خير قلقتني عليك مش عوايدك رمزي زي ما يكون كان يستني حد ينكشه عشان يتكلم ويحكي اتكلم عن مشكلة بينه وبين مراته عملت كده وكده وتصور بترد علي وبتقول كده مع اني قبل كده حذرتها من كده وكده كلام كلام ومنتع العصبية والتشويح كان واضح ان رمزي بيكش شحنة جواه من مراته بس عمر اللي كان عارف ان طبيعي صاحبه عصبية شوية وان مراته طيبة واستحالة تعمل كل ده كان مستوعب فكرة ان رمزي عايز يفض فض مش اكثر مش عايز حد يوقفه ولا يقوله حلول قد ما محتاج حد يسمعه دليدة سألت عمر وما عملتش حاج عشان توقفه عن غضبه عمر قال ما كنتش بعمل غير ثلاث حاجات بقوله امم وبهز راسي بالراحة وامتبت عينيه على وشه ومركز في كل عرفه بيقوله دليدة سألت بس عمر طبعا هو عايز يتسمع مش يسمع الانصاط على قد ما هو سهل وما فيهوش مجهود الا انه اصعب واهم واغلى حاجة في الدنيا هل الطرف التاني بسبب انصاط عمر واهتمامه رمزي شوية بشوية هدي وبعد ساعة بالزبط كانوا بيضحك وبعد ساعتين عمر كان واقف معاه هو ومراته في بيتهم بعد ما اتصل عشان كده في مدخل اكبر مستشفى للطب النفسي في امريكا مكتوب على اللوحة من الرقام العبارة الحقيقية جدا ديه عندما اطلب منك ان تنصط وتبدأ انت في ابداء النصع ليه فهذا يعني انك لم تفعل ما طلبته منك عندما اقول لك انصط فكل ما اطلبه منك هو الانصاط لا تتحدث ولا تفعل شيئا فقط اسمعني اذا اردت التحدث فانتظر لحظة حتى يحين دورك وسانصط لك